عندك الاستعداد بتعمل شغل سري دي زي ده مع بلندر هتقدر تعمل كل ده او اي حاجة تانية في دماغك وتبلاش كمان انا عمر والنهارده هنبدأ رحلتنا الجميلة مع بلندر وزي ما شفت في اول الفيديو هقولك ازاي توصل للمستوى ده ومش هتفرق انت جاي تتعلم ايه اناميشن ولا جيمت زينا او اي حاجة الفيديو ده بداية حلوة ليك اعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش ويلا بينانيب اول حاجة هننزل بلندر من هنا اي لينك هستخدمه هحطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو الموقع بتاع بلندر تقدر تنزل منه اكدت حاجة او تقدر تنزل اصدرات قديمة من هنا كمان بعد لما نزلناه وعملنا كل حاجة نفتح بلندر ودي الانترفيس بتاع بلندر في الاول ممكن يبقى انت صعب بس صدقني هو سهل جدا جدا اول حاجة هتقابلها في وشك وهو ال viewport وده المكان اللي هتطلع منه كل شغل اللي نفسك فيه وتاني حاجة هي toolport ودي فيها حاجات انت هتستخدمها قدام وهنعرف ايه هما الحاجات دي واحدة واحدة بعض بعض ثالث حاجة هي timeline ودي من خلالها تقدر تعمل او تحرك اي حاجة انت عايزها رابع حاجة وهي properties panel ودي بتخليك تقدر تتحكم في كل حاجة في البروجيكت بتاعك من خلال مقاس الفريم او الف بي اس او سرعة الرندر يكون سريع او بطيء خامس حاجة الاوتلاينر ودي بتعرفك كل حاجة عندك في البروجيكت بالزبط حاجة كده زي الليرز بتاعت الفوتوشوب بتقول لك ايه اللي موجود عندك بعد كده هنيجي لمرحلة انك ازاي تتحرك في ال viewport اول حاجة لو عايزين نعمل rotate اللي هو نروح يمين وشمال هندوس على الميدل ماوس او اللي بيسموها البقرة اللي في الماوس دي هندوس عليها وهتتحرك براحتك اهو دي كده لو عايز تعمل rotate تلف براحتك خالص في ال viewport ولو عايز تتحرك فوق او تحت يمين او شمال بتدوس على ونفس الزرار برضو اللي هو في نص الماوس ده تتحرك في اي مكان براحتك ولو عايز تعمل زون تقرب على الحاجة او تبعد نفس الزرار برضو اللي هو في نص الماوس يعني هتمشيل قدامة وترجعوا الورا ده كده بس كده ولو عايز تحرك اي object عندك تحركها من مكانها او تلفها او تكبرها وتصغرها في طريقتين اول حاجة هتدوس هنا على transform دي وتدوس على اي object انت عايزه هنا مسلا هيظهر لك حاجات كتير اوي كده او اسهل حاجة عن نفسي ان انت بتدوس على اي حاجة اللي انت عايز تحركها او تكبرها او تصغرها او تلفها حتى هتدوس عليها والجي حرف الجي اللي في الكيبورد ده يحركها في اي مكان مجرد ما تدوس عليها تقدر تحركها او الار ده تقدر تلفها في اي اتجاه انت عايزه او الاس تدوس عليها يتكبرها ويصغرها عادي جدا انا عن نفسي شايف ان دي اسهل حاجة لان هنا هتلاقي الموضوع من لعبك شوية ممكن انت تلغبط ممكن تدوس على حاجة وانت مثلا تعمل تعمل اي حاجة الموضوع ممكن يبقى بالنسبة لك صعب شوية دي الوقت بقى انت اول ما تفتح بلندر اكيد مش هتبقى محتاج الحاجات دي او هتبقى عايز تبني البروجيكت بتاعك انت الواحدك من السفر هنمسح الحاجات دي انا علمت عليهم بقى ادوست اكس وديليت لما تحس تدف اي حاجة جديدة عموان عندك في البروجيكت وهيفتح لك الحاجات دي كلها تقدر تدف بقى كيوب سفير كل حاجة انت عايزها فيه الفيات هنعرف كل ده قدام مع بعض في وفي الكاميرا برضو هندوس مسلا نحط اي حاجة اللي احنا فيه ده اسمه تقدر تحاول عن طريق انك تدوس على او انك تيجي هنا عند تدوس عليها وفي حاجات تانية كتير بس انا باتكلم دلوقتي عن وهنا بقى تقدر تغير شكل تمسح منها حاجات معينة تعمل حاجات كتيرة هنشرحها بعدين انا مسلا هتجرب اي حاجة اهو مسحت منها الكلام ده تقدر تغير في شكلها باي حاجة تانية بتعمل كده مسلا كده على حسب بقى الاستخدام اللي انت عايز توصله بالزبط وعلشان وقت الفيديو ما طولش عليك احنا خلصنا لحد هنا والفيديو بتاع بكرة هقول لك ازاي تدف الماتيريال وكمان هعرفك على الاضاءة هنا بتتعمل ازاي? اتمنى يكون الفيديو فادك ولو استفدت فعلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتستنى فيديو اشتركوا في القناة